دعت القمة العربية التي عقدت اليوم في البحرين في دورتها العادية الثالثة والثلاثين برئاسة ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة وحضور القادة العرب وممثليهم وفي مقدمهم ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله إلى نشر قوات أممية لحماية الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة وفي الضفة لحين إقامة دولة فلسطينية مستقلة وأكد ضرورة وضع سقف زمني لعملية المفاوضات يصدر بعدها مجلس الأمن قرارا تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية إضافة إلى دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودع الأعلان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار الفوري والدائم وإنهاء العدوان في قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين اعتمد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية إعلان البحرين الذي يتعامل مع جميع القضايا والتحديات التي توجه أمتنا العربية ويؤكد على التضامن العربي وتكسيف العمل العربي المشترك من أجل بناء المستقبل الذي تستحقه الشعوب العربية ويركز البيان على قضية الساعة وهي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يسببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين دون عوائق ويؤكد القادة في بيانهم أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتكسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفق حل الدولتين هو سبيل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة كذلك يتناول الإعلان المواقف العربية إزاء أزمات عربية عديدة وقد قرر القادة اعتماد المبادرات التي قدمتها مملكة البحرين وهي كالتالي أولاً إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية للعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيلاً لتحقيق السلام العادل والجامل ثانياً توجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية الدول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين على أن يتم التشاور بين وزراء الخارجية حول كيفية هذا التحرك وإفادة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك دعماً للمساعي العربية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وزات سيادة كاملة وتكثيف الجهود العربية مع جميع عضاء مجلس الأمن لتحقيق هذا الاعتراف ثالثاً توفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة ممن حرموا من حقهم في التعليم النظامي بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية وتداعيات النزوح واللجوء والهجرة بالتعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم ومتحدة الثقافة والعلم والتربية اليونيسكو في مملكة البحرين رابعاً تحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة وتطوير صناعة الدواء واللقاحات في الدول العربية وضمان توفر الدواء والعلاج بالتعاون والتنسيق المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية ومملكة البحرين